بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله المستحق لجميع المحامد والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام كل راكع وساجد وعلى آله وصحبه وكل عابد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وقت فأثره إلى يوم الدين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته تحدثت معكم قبل ذلك عن بعض الخصائص المصطفوية عن بعض الخصال المحمدية لسيدنا رسول الله وقلت أن الله أقذ الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين أن يؤمنوا به من خصائصه أيضا أنه يعرفنا بنفسه ويحدثنا عن نفسه فقال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشر عيسى قومه ورؤيا أم التي رأت في المنام سيدنا عيسى المسيح عليه السلام بشر بسيدنا المصطفى عليه السلام قال جل وعلا في صورة الصف ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فسيدنا رسول الله هو محمد وأحمد وحامد ومحمود وهو الماحي والحاشر والعاقب وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى فسيدنا عيسى بشر بسيدنا رسول الله ثم يقول الحبيب الشفيع ورؤيا أم التي رأت في المنام أم سيدنا رسول الله السيدة أمينة بنت وه تقول لما حملت به ما وجدت ثقلا كما تجد الحوامل لم تشعر بألم لم تشعر بأذى لم تشعر بثقل تقول وسمعت من يقول لي في المنام أتدرينا بمن حملتي تقول فقلت لا فقيل لي إنك حملت بسيد الأمة ونبيها فإذا وضعتيه فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا قولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد من شر كل عائن وحاقد وحاسد وسميه محمدا صلى الله عليه وسلم تقول فلما وضعته رأيت أنه خرج مني نور وهذا النور أضاءت له قصور بصر في أرض الشام يقول الحبيب الشفيع وكذلك أمهات النبيين يرين أنوارا عند ولادة أولادهم ألم يقل مولانا في القرآن عن سيدنا رسول الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال علماء التفسير فالكتاب المبين هو القرآن والنور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائصه المصطفوية صلى الله عليه وسلم أن الله ما خاطبه باسمه في القرآن مجردا يعني عندما يحدثنا جل وعلا عن الأنبياء وينادي عليهم في القرآن يقول يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة يقول يا نوح اهبط بسلام مننا يقول يا إبراهيم إنه قد جاء أمر ربك يا لوط يا زكريا يا يحيا يا عيسى يا موسى وعند النداء على سيدنا رسول الله ما قال مولانا جل وعلا في القرآن يا محمد بل يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدثر وإن ذكر الاسم مجردا تنسب إليه الرسالة محمد رسول الله والذين معه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وما محمد إلا رسول ينسب إليه الرسالة أغر عليه من النبوة خاتم من الله بالنور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد خصائصه كثيرة وأنواره وفيرة نسأل الله جل وعلا أن يأذن لنا بأن يطلعنا على خصائص رسول الله وعلى فضائل رسول الله إنه ولي ذلك ومولاه وصلى الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لكم حسن متابعتكم وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته